في سبعة أيام سوريا خطاب التهديدات خطاب للتاريخ إيران من يقرع طبول الحرب مصر في عهدة الإخوان والسلفين وتونس الربيع يتحول خريفا للإعلام مرحبا بكم مشاهدين ومستمعين إلى سبعة أيام نبحث في مضامين الأخبار والتعليقات لقضايا الأسبوع ومعنا لمناقشتها دكتور فاتح عبد السلام رئيس تحريص صحيفة الزمان نادة تركيا الصحفية في صحيفة الشرق الأوسط بلندن بناء لطفي الصحفية في صحيفة الحياة جيمز دينزلو الكاتب المختص في الشرق الأوسط في صحيفة الجاردين البريطانية لا تزال سوريا تتصدر الأخبار في الصحف العربية والعالمية وبالآراء والتحليل وركزت على خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه عبد الباري عطوان رئيس تحرير القدس العربي بأنه خطاب التهديدات فتح النار بقوة على الجميع دون أي استثناء فتح النار على الجامعة العربية وعلى دول الخليج وفضائياتها المضللة وشكك في عروبة الجميع تقريبا بحيث لم يترك شعرة معاوية مع أحد بينما اعتبره طارق الحميد رئيس تحرير الشرق الأوسط بأنه خطاب استجداء وانفصال عن الواقع قراءة الخطاب وليس الاستماع إليه أو مشاهدته تشعرك بأنك أمام رجل يعيش في عالمه الخاص مثله مثل القذافي وتحديدا يوم كان يخاطب أشهر عوائل ليبيا بالأسماء أما عبدالله اسكندر في الحياة فوصفه بأنه خطاب للأنصار الأرجح أن الرئيس السوري أراد أن يوجه كلامه إلى أنصاره فحسب ذلك أنه لا يهتم بمواقف الآخرين كما قال مرارا في خطابه فاهتمامه انصب على تصليب الجبهة الداخلية كما يفهمها أي مجموعة الأنصار والمؤيدين أي المرتبطين مباشرة بالحكم من عسكريين وإداريين وشبيحة ومنتفعين بينما اعتبره فراس عزيز ديب في الوطن السورية بأنه خطاب للتاريخ أم تاريخ سيرسمه خطاب يمكننا القول أن هذا الخطاب يستحق لقب التاريخي بامتياز فسوريا أسقطت بصمود ثالثها الأقدس شعب وجيش وقائد حربا كونية تشن عليها وأن النصر هو صبر ساعة نرحب بضيوفنا دكتور فاتح هناك أعراء متعددة فيما يتعلق في تعليقها وتحليلها لخطاب الرئيس السوري بشار الأسد كما لاحظنا من خلال التعليقات ولكن أيضا في الأخبار اللبنانية ركزت على أن الأسد حسب كلامه الانتصار قريب ركزت على الإيجابيات في هذا الخطاب بينما معظم الصحف الأخرى ركزت على السلبيات كيف تعاملتم في الزمان مع هذا الخطاب يعني هو الخطاب ألقي مرتين ألقي خطاب معلن عنه وألقي بشكل مفاجئ في اليوم التالي أمام الجماهير نفس المظامين كانت مختصرة في الثانية وكانت مفصلة في الأولى أن العرب متأامرون وأن سوريا مستهدفة وهذا هو قلب العروبة وهي محاولة مصادرة لكلمة القومية وكلمة العروبة التي يشتغل عليها الإعلام السوري كثيرا في أن سوريا هي نبض العروبة تنتزع هذه الصفة من العرب الآخرين وتعطى إلى سوريا وعندما تستهدف سوريا فإن العروبة قد استهدفت يعني تشتغل على هذه المسألة وهي نقطة افتراق ما بين العرب وما بين الوضع السوري في هذه المرحلة خاصة أن هناك إحساس لدى مؤشرات كثيرة لدى دمشق على أن نتيجة بعثة المراقبين العربية إلى دمشق قد تكون هي الخطوة قبل الأخيرة إلى تدويل الملف وخروجه عن الوضع العربي وبالتالي التقرير النتائج ستكون سلبية فيما شاهدوه حتى وإن كان نبيل العربي حتى هذه اللحظة يقول بأن البعثة تؤدي مهامها بشكل جيد وأنها مستمرة وأنها لا تواجه مشكلات منال الأشياء الأوسط وأيضا الحياة طلاب هذه العنوين الرئيسية في الصفحة الأولى طلاب دمشق انتفضون وتوالي انشقاقات المراقبين أيضا الخبر الرئيسي في الحياة هو بعثت المراقبين استقالات واتباكات وتقارير مقلقة نعود إلى الخطاب الخطاب لاحظنا فيه نوع من الاستياء في معظم الصحف العربية وكما قال عبدالله اسكندر أنه خطاب للأنصار هل هذا بالفعل ما كان يقصده؟ يعني بالتأكيد الظروف لحد ما ساعدت بشار الأسد قبل الخطابة حصلت التفجير الانتحاري في دمشق في حي الميدان في دمشق وقتل فيه 26 وقبليه كان فيه انفجار آخر تواتر بعض العمليات في قلب دمشق وبعض العمليات الطائفية في حمص قتل مقتل بعض من الطائفة العلوية نتحدث عن اتجاه الصحافة ما نفهم أصلي أن الرئيس السوري في حديثه اللغة الخطاب الهجومية الشديدة شجعوها عليها كثير من العمليات التي حصلت في قلب العصمة دمشق وفي حمصة ضد بعض العلويين طبعا قراءة الصحافة لخطاب بشار الأسد أنه استباق لإعلان الجامعة العربية في الواقع فشل المراقبين في اجتماع يوم 19 المقبل تركيز الصحافة العربية النهاردة في الأغلب على الاجتماع يوم 19 المؤشرات الأساسية أن الجامعة العربية ستعلن أخفاق المراقبين في أنهم يستكملوا مهمتهم على الأرض السورية في ظروف موضوعية لأن المراقبين في الواقع في ظرف صعب جدا ما بين كتير تخويف من السلطات وكتير وضع ما عندهمش الأكسس الكامل على المعلومات التي يحصل في سوريا فالخطاب هجومي وتعامل الصحافة العربية مع أغلبه كان عن حق أنه ربما ما قبل إعلان هزيمة الجامعة العربية في الصحف الغربية ومنها الجاردين البريطانية كتب سايمون تزدل عن خيارات بشار الأسد اتسم خطاب بشار الأسد بأسلوب سلبي عدائي متوعدا بالصحق التمرد بينما في الوقت نفسه يعيد بإصلاحات مبهمة في الديلي تيليجراف كتب ديفيد بلير داخل العقل المهلوس لديكتاتور محاصر تحليل الرئيس الأسد للأزبة السورية غريب يحمل جميع أعراض مرض الحاكم المستبد أداؤه الخشبي والمرتعش يفضح تماما كل ما يتعلق بأي ديكتاتور محاصر بشكل يثير الشفقة والإشمئزاز أما روبرت فيسك فكتب في الانديبندنت البريطانية الأسد يواجه كراهية شعبه وكل ما زاد غضب الشعب ظلت تبريرات الأسد كما هي كان خطاب العام للأسد هناك مؤامرة دولية ضد سوريا صحيح الدول العربية التي تعارض سوريا خاضعة لضغط خارجي صحيح إلى حد ما لا أحد يستطيع أن ينفي مدى خطورة هذه المخططات هذا صحيح جيمز هذا صحيح يعني روبرت فيسك كان إلى حد ما منتقدا ولكن مؤيدا ما قاله الرئيس السوري بخصوص المؤامرة وخصوص المؤامرة الدولية ضد سوريا وأن بعض الدول العربية كانت في هذا الاتجاه هل تتفق مع هذه الآراء؟ أعتقد أن روبرت فيسك يعرف جيدا العلاقات العربية الغربية أعتقد أن الصحف البريطانية تركز على ذلك وليلا تهتم كثيرا بمن يمثل بتمثيل القومية العربية ولكنها ترى أن هذا ديكتاتور عربي آخر لابد أن يتم الإطاحة به أن الخطاب الثالث أو الرابع هذا الذي بدأ بعد الذي بدأ في مارس الماضي هناك قدر كبير من انفصال عن الاتصال بالواقع وفي هذا الخطاب لا يختلف عن ما بدأ فيه في البداية الذي كان يحاول أن يقدم كثير من الإصلاحات ويحاول أن يقدم الجزرة أما في هذا الخطاب فإنه يحاول أن يقدم العصى نادية لاحظنا كما قال جيمس بخصوص موضوع المراقبين العرب الانتبندنت كانت شديدة اللهجة صباحا يوم جمعة في افتتاحية لها طالبت بسحب ثوري للمراقبين العرب أيضا الفانانشل تايمز في نفس الاتجاه قالت يجب أن لا ننخدع بالأسد وعليها الجامعة العربية أن تسحب مهمتها غير مهيئة لها ما لم تحدث معجزة بتغيير النظام في سلوكه نعم بالنسبة أنت تتابعين الملف السوري وتتابعين أيضا الصحافة هل كانت الصحافة أكثر تشددا الصحافة البريطانية من الصحافة العربية تجاه سوريا لم تكن أكثر تشددا إنما مشيت في نفس السياق لأن ما رأيناه هناك العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام حول المراقبين أنفسهم يعني الجامعة العربية إلى حد الأمس الشرق الأوسط اتصلنا بها طلبنا قائمة للمراقبين لم تقبل بإعطائنا قائمة أسماء يعني لماذا هذا الغموض نريد أن نعرف من هم ومن أين أتوا وما هي يعني ما هي كانت كيف تم تعيينهم يعني هذا ما أردنا أن نعرفه لأن هناك في مقال نشرناه مؤخرا أشار مسؤول في الجامعة العربية أن هناك علاقة قرابة بين المراقب المنسحب وبرهان غليون علاقة مصاهرة فهذا ما يجعل أمرها مشبوها وحتى المعارضة السورية ومن خلال يعني مواقفها وتصريحاتها لوسائل أعلام متشككة جدا في هذه البعثة يعني وتطالب بكثير من الشفافية طب لنرى ما في إذا كان هناك أي ربط بما يجري في سوريا وإيران إيران هيمنت على الأخبار والآراء في الصحف الغربية والعربية مع قرع طبول الحرب كما عنونا جميل الذيابي في الحياة الأكيد أن الدول الخليج لا تريد الحرب ولا تتمنى قرع طبولها لكنها في الوقت نفسه تعمل على إفشال المشروع الإيراني الإقليمي وإحباط نيات طهران التوسعية لكن الحرب إن حدثت فستعيد إيران سنوات كثيرة للوراء وستضر بدول الخليج ضررا بالغا وسساءل طارق الحميد في الشق الأوسط هل تعجل إيران بالحرب من يدري فكل شيء وارد لكن المستغرب هو الصمت الخليجي دبلوماسيا وأعلاميا خصوصا أن إيران تهدد بضرب أهم المصارح الخليجية وهو النفط في صحيفة الزمان ربط فاتح عبد السلام رئيس تحريرها اختيال العالم النووي الإيراني في طهران والتهديد بغلق مضيق هرمز هرمز والعصفور على أرنبة الأنف ما فائدة أن يحمل رجل عملاق كل هذه التجهيزات والأسلحة على ظهره وفي يده من دون أن يستطيع أن يحمي رأسه أو أرنبة أنفه إذا وقف عليها عصفور وتغوط في لحظة تاريخية المنظر سيكون مضحكا وسورياليا في إظهار عناصر معادلة الضعف والقوة ومدايات استخدامها لماذا استخدمت هذا التعبير يعني موضوع الأرنبة الربط بين مضيق هرمز واغتيال العالم الإيراني يعني هي اغتيال العالم الإيراني هي رسالة أكيد لها علاقة بتصعيد عملية التخصيب في المجاعة السرية أو ما تحت الأرض في قوم ولها علاقة بتصعيد الحرس الثوري في التلويح بإغلاق مضيق هرمز أن الرسالة تقول أننا نستطيع أن نصل للعمق نستطيع أن نصل إلى أي هدف حتى لو كان هدفا جزئيا وصغيرا ولكنه سيكون مؤثرا بالرغم من ذلك الضجيج الذي تحدثه هذه الآلة الإعلامية أو السياسية الإيرانية أمريكا تعرف حقيقة المعرفة بأن عناصر القوة الأمريكية الإيرانية هي ليست عناصر في الآلة العسكرية المواصفات العسكرية للسلاح الإيراني تعرفه الولايات المتحدة وتعرف مدياته وتعرف أنه ليس مؤثرا تأثيرا حقيقيا ولكن هناك سلاح سياسي ومعنوي وإعلامي ونفسي يؤثر على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج وعلى الخليج بصورة عامة وبالتالي يؤثر على الوضع العام بما ينعكس سلبا على قضية امدادات النفط وإنتاج النفط وإقدام الدول على الإتيان المجيء إلى مضيق هرمز ومن ثم إذن المناورات في مضيق هرمز هي مناورات سياسية مؤثرة نعم مؤثرة كثيرا ومن الممكن أن يغلق مضيق هرمز سياسيا وبعدد من التصريحات يطلقها قادة الحرس الثوري لأن لا أحد من دول العالم يريد أن يغامر بالدخول إلى مضيق هرمز في ظل أجواء متوترة طب نادية كما قال طارق الحميد في شكل أوسط ومعظم الصحف والمقالات الرأي في الحياة أيضا هي التي تطبل الحرب يعني هناك قرع لطبول الحرب في الصحافة أكثر مما هو فعليا يمكن ذلك لأنه مع تساعد العقوبات الاقتصادية على إيران يعني يتساعد التهديد بإغلاق مضيق هرمز وهذا ما جعل الأعلام يعني يكون هناك مواضيع ثرية لتناولها الأعلام لكن في نفس الوقت هناك تساؤلات حولها طارق الحميد يعني استغرب قال من استغرب أنه صمت الخليجي يعني دبلوماسيا وإعلاميا ولكن الإعلام يعني كما لاحظنا من كل المقالات وكل الآراء تتحدث عن حرب وتقرع طبول الحرب حرب ممكنة لأنه المترصد لما يحدث في الخليج يعني ممكنة إذا وصلت الأمور إلى أقتحاد لأن هناك عمليات تسلح من بعض الدول الخليجية وهناك مثلا بريطانيا بعثت سفينة من أحسن سفونها الحربية لكن عندما سألنا المسؤولين قالوا أنه هذا داخل في العمليات الروتينية الأسطول الخامس الأمريكي كذلك يقوم بدعم إمكانياته في المنطقة هناك العديد من المؤشرات تقول على حرب ممكنة يعني إذا ما تواصل التصعيد ولم تقبل إيران بالعودة إلى طاولة الحوار هذا ما يجعل الإعلام يهتم بذلك وهذا الكلام أوجهه إلى منال يعني هناك عدة مقالات رأي لغسان شيربل والعديد من المقالات الرأي في الحياة كلها تتحدث عن هذا الموضوع هناك قلق كبير تثيره هذه الصحف هل هناك مبالغة وتطخيم؟ مش مبالغة وتطخيم بس هناك في كتير من الحالات رؤية من طرف واحد يعني العالم العربي في التناول الصحافة العربية في موضوع إيران التركيز على خطر إيران وانت بتعرف زي ما أنا بعرف أنه التصعيد الحالي في الملف النووي الإيراني مش مربوط بس في الملف النووي الإيراني مربوط بجملة قضايا أقلومية على رأسها الوضع في سوريا والانسحاب الأمريكي من العرق وهو تقنياً اللي عملته إيران في مفاعل فردو عند قوم لا ينتهك أي قانون دولي في الواقع ما بينتهكش معاهدة النوال عند شر النووي يعني عملياً وتقنياً إيران لم تنتهك أي قانون دولي ولم تتجه لصنع سلاحنا ويبقر على سبيل المثال التصعيد في إطار الملف السوري والملف العراقي وده مفهوم في الصحافة العربية نحن بننقل وجهة نظر العربية والمخاوف العربية المشروعة من التمدد الإيراني الإقليمي في المنطقة فرق يعني هذا عادل لكن وجهة النظر الإيرانية يقول أن هناك صمت صمت خليجي دبلوماسي وإعلان لا أعتقد أنه فيه صمت دبلوماسي خليجي الجميع بيعرف أنه الملف الإيراني على رأس المفاوضات السرية اللي بتحصل في أغلب الوقت ما بين مسؤولين في المنطقة من الخليج ومن تركيا مع مسؤولين أمريكيين فمش من الصحيح إطلاقاً أنه فيه صمت خليجي على الإطلاق إذا فيه ضوضاء في الملف الإيراني ضوضاء إقليمية ده أقصاها الماكسيما بتاعها هو اللحظة دي دي قمة الحديث حول الملف الإيراني بس الصحافة العربية لا تعكس بالضرورة وجهة النظر الإيرانية في مخاوف إيران كمان المشروعة فيما تعلق بمحقاة في صنع برنامج مدني للاستخدام السلمي نعم في صحيفة صباحة تركية قبل يومين نشرت تقريراً عن أن تركيا سوف تحتضن المباحثات النووية الأوروبية الإيرانية على أراضيها وأكد ذلك نعم نعم وأكد ذلك لارجاني هذا اليوم في أنه قد أجرى مباحثات بهذا الخصوص في الصحافة التركية خلال اليومين الماضيين تركز على أن تركيا ستلعب دوراً مهماً وأساسياً في احتواء الأزمة الإيرانية مع الغرب وأجرى مباحثات داود أغلو فعلاً حسب ما نقلت صحيفة صباحة تركية نقلت تصريحاً عنه أدل به إلى صحيفة اقتصادية يابانية قبل يومين قال فيه أن تركيا تحادثت تفصيل تفصيلياً مع أشتون مفوضة الاتحاد الأوروبي وأنها الآن في صدد احتواء ذلك الملف من التصعيد طيب لنرى ما في الصحف الغربية كيف تعاملت مع هذا الموضوع النيوك تايمز كانت أقل ميلاً للحديث عن قرع طبول الحرب فكتبت في تحيتها الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز العقوبات على إيران هذا لا يعني أن على إدارة أوباما أن ترفض المزيد من الحوار أو اتخاذ إجراء عسكري بل يعني أن كل جهد يجب بدله لتعزيز العقوبات وخاصة وقف مبيعات إيران للنفط في أي مكان في العالم في افتتاحية لوس أنجلس تايمز الأمريكية تساءلت الصحيفة إلى أي مدى يمكن التعامل مع إيران إلى أي مدى يمكننا الذهاب لإحباط طموح إيران النووي قبل أن يتسع أكثر العقوبات الاقتصادية هي إحداها ولكن ماذا بشأن شن حرب فيروسات لتعطيل برامج الكمبيوتر الإيرانية وماذا عن الاختيال المستهدف للعلماء النوويين الإيرانيين هذا النوع من القتل النظيف والخفي أسلوب تفضله وكالات الاستخبارات الغربية لكن سعيد كمالي ذهجان في الجارديون البريطانية اعتبر هذه الحرب السرية ضد إيران خطيرة وغير قانونية هذا العمل سيقود أي فرص للحوار مع طهران وسيف يشجع إيران على أن تكون أقل تعقلا وقد تصبح أكثر راديكالية بشأن نشاطاتها النووية والأهم أنها ستشجع إيران على الرد بطريقة مماثلة بعملياتها السرية في الفاينانشل تايمز كتبت شيرا فرينكل من القدس إسرائيل تستعد لإجراء إيران اختبار القنبلة النووية هذا العام إسرائيل بدأت التفكير بما لا يمكن التفكير به أي وجوب التعامل مع إيران نووية في غضون عام جيمز الموضوع الأخير أريد أن أربط باغتيال العلماء هناك الكثير من الآراء التي بدأت تظهر في الصحافة الغربية تحذر من هذا العمل هل هذا الربط هذا عملية الإختيال هي التي تعجل هناك محاولة من جانب بعض الدول لأن تتخذ إيران الرد وإشعال الحرب أعتقد أنه شيء مهم هذا الأسبوع نسير ريتشارد دولتون وكان رأيه وسفير صابق في بريطانيا قال إنه إذا كان تم الربط بين هذا الاغتيال بين أي دولة مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل فهذا يعد عملاً عسكرياً من أعمال الحرب هناك حرب سرية تدور بين إيران والغرب ولكن هذه الحرب ليست سرية هذه ليست حرب شديدة حتى الآن وهي كانت تتم فيها العراق في أرض معينة ثم حدثت في جنوب إيران والآن باغتيال هذا الحاسب بالنسبة للصحافة البريطانية إنها أمر مهم للغاية فلابد أن تحدد الولايات المتحدة موقفها مما حدث وتم سؤال كل المرشحين الجمهوريين الذين يتسابقون على السباق الأمريكي هل تستسمح لإيران بتطوير برنامجها النووي والجميع يرفض ذلك ولكن النقطة التي أثارت الاستغراب في فتاحية اللوس أنجلس تايمز أنها تقول أن هذا النوع من القتل النظيف الخفي أسلوب تفضله وكالات الاستخبارات ولكن ماذا لو كان العكس حدث لو أن إيران اختالت أحد الإسرائيليين أو أي أحد من العلماء في أي دولة ماذا كان ستفعل الصحافة هذا أمر مختلف تماما إذن عند اختيال صحيف اختيال عالم في إيران لو أن هذا حدث في إيران وعندما حدث هذا في لندن على اختيال شخص روسي في لندن كان هذا نتيجته سيئة للغاية بين لندن وموسكو وهذه مشكلة نادية في الشق الأوسط هناك الخبر مصادر إسرائيل تملك قائمة بأسماء العلماء الإيراديين رعب في إيران بعد اختيال العالم النووي ودعوات لضربات انتقامية الحرب السرية أهم من ضربات الطائرات بلا طيار هذا هو الاتجاه الذي تتحدث عنه الصحافة هل كانت محقة في تغتياطها في هذا الشأن بغض الأمور الأخرى موضوع النفط موضوع الولايات الصادية أعتقد ذلك لأن إسرائيل لم تتحدث بصوت عالي كما بقيت الدول في خطابها لإيران لم تتحدث كثيرا عن العقوبات لم تتحدث كثيرا عن مواجهات مباشرة إنما هذا الأسلوب ربما الأسلوب المستعمل جعل أكثر الأنظار تذهب نحو إسرائيل خاصة أن هناك وسائل أعلام تعرضت لأن هناك وسائل أعلام غربية عرضت أن هناك شركات إسرائيلية تعمل تحت أسماء خفية هي التي تزود إيران بالمواد التي تحتاجها في تطوير برنامجها النووي فهذا ما دعم هذا الرأي بالتأكيد باقتصار التعلق بسواني على هذا الموضوع على موضوع أن إسرائيل لديها قائمة بأسماء العلماء أنا أتفق مع الصحافي الذي كتب في الجاردين سعيد كمالي على ما أعتقد أنه فيما تعلق بالنحية القانونية الشرق الأوسط عنده أزمة فيما تعلق بالبنمج ناوي الإيراني مسألة إقليمية ومسألة دولية أي دولة تطوير سلحنا ومده خطر على الأمن العالمي لكن التعامل معها لازم يكون في إطار القانون الدولي وبالتالي إذا طلب من إيران زي ما بتقول بعض الصحف التي عندها وجهة نظر أكثر موضوعية إذا طلب من إيران احترام اتفاية منع الإنشار النموي على المجتمع الدولي أنه لا يتجاوز حدود القانونية لاغتيالات سواء تمت زي ما بتقول بعض الصحف الإسرائيلية بتعاون من بعض الموساد أو غير الموساد دي كلها ما زالت انتعاءات وفي حياة روسيا تتهم إسرائيل بجر أمريكا إلى مواجهة نتوقف لفترة وجزة ثم نتابع بعد قليل في سبعة أيام الانتخابات في بصر والخريف الذي يخيم على ربيع تونس الإعلامي ولا ننسى رسوم الكاريكاتير ابقوا معنا كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي اطلع على أحدث عنوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة خدمتنا مجانية لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت موقعنا على هاتفك بي بي سي ارابيك دوت كوم سلاش موبايل مرحبا بكم مجددا مشاهدين ومستمعين إلى سبعة أيام الاهتمام بأخبار مصر والانتخابات التشريعية فيها كان مشتة في الصحف ولكن التركيز انصب على فوز الإسلاميين فيها وتساءل مختار شعيب في الحياة الصادرة في لندن التيار السلفي هل يستولي على الجمهورية المصرية الثانية لدى هذا التيار قدرة على الحشد والانتشار وسط جماهير غير مسبوقة لا ينافسه فيها سوى الإخوان المسلمين وما يزيد من قدرة التيار على الحشد امتلاكه ثلاثين قناة تلفزيونية كما أن مؤلفاته هي الأكثر مبيعا في مصر أما دكتور صاوي محمود حبيب في الأهرام الدولي فوصفهم باليمين في مقاله تحت عنوان الديمقراطية والرؤساء الأربعة ولا غرابة في تقدم أحزاب اليمين واليمين المتطرف ولا أقول التيار الإسلامي لأن الإسلام ينص على الشورى أما هم فقد أقسموا على السمع والطاعة لكبيرهم وهو مبدأ فاشي يتنافى مع الاختيار الحر والشورى لكن الكاتب في نيويورك تايمز الأمريكية توماس فريدمان وصف تغطية ما يجري في مصر بمراقبة الفيلة تطير أود أن أقوم يوما ما بدورة تدريبية في مجال الصحافة مبنية على تغطية الثورة في مصر وسيكون الدرس الأول إذا شاهدت الفيلة تطير فلتصمت وقم بتدوين الملاحظات الثورة المصرية مساوية لطيران الفيلة ولأن أحدا لم يكن يتوقع حدوثها كما لم يرى أحد مثيلها أو مثيلا لها من قبل فما الذي يجعل أحدا يعتقد أنه يعرف إلى أين ذاهب إذا لم يكن قد توقع حدوثها من قبل إلى أين ذاهب منال مصر أنا أشعر أنني لم أعد أفهم ما يجري في مصر فهل تعلمين ما يجري في مصر من خلال الكتابات بعد الثورة اللحظة الرهنة الغموض في معالجة الصحافة العربية غموض حقيقي يعني لا أحد في مصر يعرف ماذا سيحدث غدا يعني أنا مصرية ولا أدري تمت انتخابات برلمانية أنا لا أدري كثير من المصريين لا يدرون صلاحيات البرلمان المنتخب لا ندري الجمعية التأسسية التي سوف تشكل الدستور من سيشكلها كيف سيتم تشكيلها دي كلها أسئلة غمضة والتعامل الصحافة العربية ما بين التفاقل والتشاؤم كثير في محله لأن حقيقي الملف الدولة المصرية أو الديمقراطية المصرية ممكن تتجه لنموذج كثير إيجابي أو على العكس تماما ممكن تتجه لنموذج كثير سلبي طبعا قوة إقليمية وقوة داخلية في الداخل المصري هتلعب دور مهم جدا بعض الحاجات المؤشر الخطر أنه للأسف القوة الشبابية الثورية والحركات المدنية والمنظمات حق الإنسان والمنظمات النسائية تم إضعافها كثير من بعد الثورة يعني للأسف يوم 25 يناير المقبل سنحتفل بالعامل الأول على الثورة المنظمات الشبابية التي عملت الثورة المصرية 6 إبريل وغيرها والحركات الاشتراقية لا مش موجودة في الصحافة العربية موجود كثير صوت الإسلامين والسلفين وحواراته للوقت معلومات لأنهم أنشطوا لأن الصحافة العربية ولأن الصحافة العربية بتتجه في بعض الحالات للتنظيمات التي أسمعها قريدي معروفة زي الأخوان المسلمين والسلفين مش بالضرورة بتروح لستة إبريل أو للحركات الشبابية اللي لسه بتتولد على الأرض طيب هل تقبل توصف ما قاله توماس فريدمن بأن إذا مراقبة الفيلا إذا شاهدت الفيلا تطير صدقها تطير في ما يجري في مصر بمعنى دلالة أن كل شيء يمكن أن يحدث ليس كذلك من الممكن ذلك يعني أن يكون منسجم مع هذا الوصف ولكن في حقيقة الأمار أن التيار الإسلامي في مصر ليس جديدا والإخوان المسلمون هم القوة مستقرة وعميقة الجذور ومنظمة في المجتمع المصري وبذلك المخاوف التي تريد في الصحافة كثيرا ربما الغربية أكثر الأمريكية بالذات من صعود التيار الإسلامي في مصر هي ليست مخاوف في محلها التيار الإسلامي في مصر التيار ضمن صعوده الشعبي الآن سيكون مسيطرا عليه من قبل هذه القوة المنظمة لأنها قوة مسؤولة لإخوان المسلمون الخوف من السلفيين مبالغ فيه أكثر لأن السلفيين لا يمثلون ربما يمثلون الآن 20% من الأصوات 40% يمتلكها الإخوان المسلمون وبالتالي السلفيون رغم أنهم يعني يمتلكون أفكارا مقلقة أحيانا ولكن لا يستطيعون أن يؤثروا في كامل العملية السياسية في مصر لأنهم خاضعين لأنهم خاضعون للقوة الأكثر تنظيمة في التيار الإسلامي التي هي الإخوان المسلمون وهو هي قوة مسؤولة بدون الإخوان المسلمين بدون الإخوان المسلمين لا يكون لا يكون للسلفيين لا يكون للسلفيين أي قدرة طيب ليس ليس من هذا المستحيح لأنه ليس صحيح أن السلفيين خاضعين للإخوان المسلمين على العكس تماما بين الإخوان المسلمين والسلفيين ليسوا خاضعين تنظيميا لا وإنما ضمن اللعبة السياسية لا يستطيع أن يفعل السلفيون مدام أنهم قبلوا باللعبة السياسية ودخلوا البرلمان حازوا على حيز معين من الأصوات الحيز الأكبر للإخوان المسلمين الإخوان المسلمين لديهم قابلية أكبر للتحالف مع الليبراليين ومع الوفد وبالتالي هم يصنعون اللعبة السياسية إذا أراد السلفيون أن يدخلوا فيها يدخلوا ضمن شروط الأغلبية التي يمتلكها الإخوان من هذا الباب هل يتشعر الصحافة والأراء في بريطانيا بقلق من صعود الإسلاميين والسلفيين هناك دائما منور من الخوف بأن هذه الثورة كان هناك دعم لها ولكن الخوف مما سيحدث بعد ذلك أن ما يتم القول الحديث عنه الآن هو أن هناك ثورة في مصر وهناك بعض الأحزاب التي نجحت ولكن المجلس العسكري لم يسلم السلطة تماما إلى أي مجموعة حقية بشكل حقيقي وحتى يتم هذا فإن هناك من غير المعروف ماذا سيحدث الاقتصاد المصري في حالة سيئة جدا وليس هناك سياحة الآن الغربيون يخفون الآن من الزياب إلى مصر الآن هناك هذا يسك الخطورة أو أكثر من طيران الفيلة صحيح تماما المشكلة أن الإخوان المسلمين والسلفيين بيساعدوا سكاف بيساعدوا المجلس العسكري على البقاء في إدارة المرحلة الانتقالية بكل الغموض والفشل الزريع التي تمت بها للأسف إذا الإخوان والسلفيين كانوا أقل قوة كان هذا أفضل للثورة المصرية على الأقل أنه في شباب الثورة في الميدان في التحرير عندهم اقتناع أكيد أن تحول ديمقراطي حقيقي لازم ييجي مع مغدرة المجلس العسكري للسلطة عفوا الإضافة حول الثورة المصرية هناك موقف لمايكل بنيان في التايمز وهو ممكن يكون من أقرب المواقف إلى الواقع ما يحدث في مصر قال أنه يعتبرها شتاء روسي يعني مثل الشتاء روسي الناس يظنون أنه انتهى ويحذرون أنفسهم ثم بعد ذلك يسقط الثلج من جديد فكأن الإعلام الغربي ومن وجهة نظاره ينتظر ثورة أخرى أو ربما أحداث تكون أكثر سخونة في مصر في المستقبل القريب وهذا الكلام لمحمد صلاح في الحياة يقول مصر ضد مصر الأهلي في الزمالك بمعنى أن الأمور دخلة ببعضها نعم أصبح هناك تشابك وكثير من الغموض والضبابية الأمور غير واضحة والأكيد أن الاستقرار بعيد جدا عن الوضع في مصر في الوقت الحاضر طيب بالنسبة لما قاله رأي القدس تحالف الإخوان في طمأنطهم لأمريكا يعني أزعج رأي القدس فهل أزعجك؟ لا هو حقيقة لو تحالف الإخوان مع التيار الليبرالي ومع الوفد كقوة تقليدية وتاريخية سيكون أكبر رسالة تطمئنان وتطمين للغرب وبالتالي أيضا ربما يكون ذلك سببا في استقرار الوضاع السياسية لاحقا في مصر ولكن رأي القدس لا يريد أن يطمئن هؤلاء لا يطمئن لا يريد التحالف الإخوان المسلمين لا يريد أن يطمئن الغرب بالنسبة لما يتعلق في إسرائيل وموضوع معاهد السلام أنا لا أرى ذلك أرى أن الإخوان المسلمون سيلتزمون بمعاهدة السلام مع إسرائيل وسيلتزمون بثوابة المجتمع المصري كمجتمع مدني وأنهم يبيلون إلى استقرار السلطة المدنية أكثر مما ميلهم إلى عمل فوضوي يؤدي إلى تهديم المجتمع وهذه هي جزء من نظرية الإخوان المسلمين في التعامل من أجل الوصول إلى السلطة وكانوا كذلك عندما بدأت الثورة المصرية على مدى بعد أسبوعين كانوا يصرحون بأننا ليس لنا يد في انتفاضة الشباب وليس لنا يد في عملية التغيير هم دائما يتطامنون مع السلطة من أجل أن يصلوا في لحظة ضعف طب لنرى كيف الإعلام المسكين الضحية أم هو المذنب فيما يجري الإعلام يدفع ثمن التغييرات في الدول العربية اختارت الأخبار اللبنانية هذا الموضوع في إشارة إلى تقرير منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع وفي مقال لليال حداد تحت عنوان ربيع العرب سقطت الدكتاتوريات تحيا الرقابة عاد الإعلام إذن ليدفع ثمن تغيير الأنظمة بعدما كانت ضحية الأبرز للاحتجاجات الشعبية هذا الواقع نفسه ينطبق على ليبيا التي بقي إعلامها طوال عقود طويلة من حكم معمر القذافي معزولا عن العالم العربي والغربي وفي الصحيفة ذاتها كتب عثمان تزكارت عن غيمة سوداء فوق الإعلام التونسي زين العابدين بن علي يعود متسللا لم يدم شهر العسل الموعود بين الحكومة التونسية الجديدة ووسائل الإعلام في خطوة مفاجئة تتعارض مع التزامات السلطة الجديدة في احترام حرية الإعلام أصدرت الحكومة مرسوما حكوميا بتعيين مدراء جدد على رأس جميع وسائل الإعلام التابعة للقطاع الرسمي وفي شق الأوسط تساءل الديانة مقلد هل هو ربيع تونس أم خريفها في الحقيقة تؤشر الكثير من الوقاع المستجدة في تونس إلى أن القوى التي حملتها الثورات إلى السلطة لا تملك حساسية التخفف من إرث الأنظمة التي قامت على أنقاضها فهل حل الخريف ليطوي نسمات الربيع العربي ويحيلها ريحا باردة؟ نادية أنت من تونس وتعرفين ما يجري في تونس هل بالفعل كما قالت ديانة مقلد هل حل الربيع وتحول الآن إلى ريح باردة؟ من المبالغ أعلاميا نعم طبعا من المبالغ فيه جدا أن نتحدث عن خريف أعلامي في تونس ما يحدث في تونس أنه لفترة طويلة يعني لعقود من الزمن لم تكن هناك قاعدة لعمل أعلامي محترف في تونس يعني الأعلاميين أكثرهم متخرجون من قطاعات أخرى وهي أقلام مدفوع لها من السلطة الحديث كما هو إشارة إلى مرضمة العفو الدولية وأن الإعلام أصلح ضحية وخاصة تعينات الأخيرة ما حصل في تونس ما حصل في تونس أن التعينات الأخيرة تمت فقط محاولة للبحث عن أناس محترفين وليست لهم علاقة بالنظام السابق أن تجد أعلاميين محترفين في تونس كان أمرا صعبا جدا وربما هي مرحلة أولى ارتأت الحكومة الجديدة اتخاذها لكن خرجت احتجاجات كثيرة من أعلاميين يطلبون أن تتدخل النقابة يعني في هذه التعينات وتراجعت الحكومة أظن إذا نظام زين العبدين لا يعود متسلل لا لن يعود والواقع الإعلامي في تونس لا لن يعود والواقع الإعلامي في تونس إذا ما تتبعتم الإعلام في تونس منذ هروب بن علي إلى الآن هناك حرية كبيرة الكل يتكلم يعني طبعا في إطار القانون الإعلامي المعروف الكل يتكلم وحصلت حتى بعض التجاوزات يعني بعض الأشخاص أخذوا أكثر حرية من المجال القانوني يعني المعتمد حتى دوليا لكن هناك حرية أستطيع الأقول أنها مطلقة في تونس الكل يتكلم كما يريد ويقول ما يشاء الآن في كل وسائل الأعلام بدون استثناء طب هذا لا ينطبق فقط على ما ذكره التقرير وذكرناه فيما يتعلق أيضا في الأخبار اللبنانية باسم الربعي تكلم عن الصحافة العراقية ويتحدث عن بدأ أو بدأ صيد الساحرات في إشارة إلى تراجع الحريات في العراق نعم الحريات متراجعة في العراق كثيرا الحريات الإعلامية أنت تستطيع أن تقول كل شيء ولكن لا تستطيع أن تقول شيئا واحدا إذا كان متعارضا مع رأي السلطة في ملفاته الحساسة كان سابقا في النظام الدكتاتوري السابق لا تستطيع أن تقول أي شيء عن أي ملف من ملفات السلطة الآن هناك ملفات حساسة لا يتم الحديث فيها حديثا حقيقيا هي ملفات سلطة تركز السلطة في يد شخص واحد وحزب واحد وتهميش كل الأحزاب الأخرى وعملية الاغتيال السياسي العلنية التي تتم الآن بإقصاء نائب رئيس الجمهورية وإدخاله في ملف إرهابي مع كامل طاقمه وبالتالي هذا أيضا ملف يجري تسويقه من قبل إعلام رسمي مرتبط بالحكومة والأصوات الأخرى غائبة طب منال أيضا الإعلام ليس هو الضحية ولكن كما في حسب رأي القدس العربي تقول يتحدث عن الفضائيات والمبالغة في التغطية السورية هل كانت فعلا الفضائيات العربية تبالغ في التغطية في سوريا أو في كل الثورات العربية خاصة الفضائيات سؤال كتير محرج لأن الإجابة عليه للأسف في كتير من الحالات كان فيه عكس فيه عكس لوجهة نظر المعارضة أكتر كتير من وجهة نظر النظام السوري وطبعا النظام السوري ارتكب جرائم مهولة لا جدالة في ذلك إنما في بعض الفضائيات العربية وبعض المعارضين السوريين للأسف وقعوا في الفخ بتاع المبالغة في بعض الحقائق القضية السورية الحركة السورية السورية مش محتاجة تبرير هي مبررة بحاجاتها هذه حركة لتحول ديمقراطي مش محتاجة مبالغات بعض الفضائيات العربية لما بتبالغ أو بتجذب في بعض الحقائق بتذب الثورة السورية مش بتفيدها ده فيما يتعلق بالفضائيات بس أرجع لموضوع نادية والتونس في الحالة المصرية للأسف على نقيد من الحالة التونسية فيما يتعلق تقريرicherungانستي لما تكلم على مصر تقرير الإيمينيستي كشف بعض اللي بيحصل في مصر اللي بيحصل في مصر حتى أسوأ من اللي كتابته الإيمينيستي المجلس العسكري المصري لم يسيطر فقط على المحطات الفضائية ويخضعها لكتير خطوط حمرة أكتر حتى من أيام مبارك أو الجرائد المصرية زميلة ليا في جارة الشروك المصرية نزلت في نوفمبر الماضي بتغطي واحدة من تظاهرات التحرير والمتظاهرين في التحرير بيقولوا بعض الهتفات ضد المجلس العسكري الجريدة كي تنشر المقال غيرت الهتفات يعني حد الرقابة على الصحافة المصرية ما بعد الثورة زي مبارك الأسوأ الراديو المصري يعني أحد الزاملات بتقولي لما بتسمع الراديو المصري بتحسن هيجيلها أزمة قلبية لم يتغير شيء بالعكس زاد سوءا وبتشويه متعمد للثورة المصرية لنرى أيضا ننتقل إلى رسوم الكاريكاتير وهي التي عالجت هذا الموضوع وإلى رسوم الكاريكاتير وما دمنا نتحدث عن الإعلام الرسم التالي من الأهرام الدولي يصور رسام واقع الحرب الإعلامية في مصر وفيه طبقاء اتصالات على أسطح المباني الأول تمتد منه يد تحمل سكينا كبيرة تسيل منها الدماء والطرف الآخر طبق تخرج منه يد تحمل مسدسا تنطلق منه طلقات والتعليق الفضائيات والحروب الديجيتال جيمز هل تضح لك الكاريكاتير؟ المفيد في هذا الكارتون فإن هذا ليس فقط في مصر ولكن في كل المنطقة إننا يعود بنا إلى خطاب الأسد لقد كان يركز على انتقاد الإعلام وأن الإعلام هو سبب المشكلة في البلاد وأحد هذا أحد العناصر الأساسية في خطاب الأسد وهذا الكارتون يركز على أن الاتصالات العامة والتكنولوجيا توضح الثورات وتضع الكثير من الحروب في طلق الوقت الحالي نادي هل يلخص ما يجري ليس فقط في مصر ولكن أيضا في معظم دول نعم بالتأكيد طبعا بما أن وسائل الإعلام يعني كل واحدة لها توجه معين لكن ليس بدماء يعني الآن تحولت للدماء لأنها ربما التصعيد أو الضغوط التي تحاول الفضائيات الآن قد تمكن من الدفع لإراقة الدماء نعم تؤيد نعم هي تمثل صراع عرادات سياسية واستخدمت أيضا كأدوات للتسقيط السياسي لشخصيات كثيرة وللتمهيد لاغتيال شخصيات وللتمهيد لتصفية أحزاب وللتمهيد لبذور حرب طائفية نعم لحروب طائفية أحيانا ومذهبية أدوات طيب لنرى ما في الرسم التالي وهو من صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن وفيه صورة تشبه الرئيس السوري بشار الأسد وهو يتكلم كأنه ينفخ في بالون من الكلمات غير الواضحة منال يعني الرئيس السوري بشار الأسد خطابه زي كتير من يعكس كتير من أشكال الأزمة السورية بيرى الأشياء من وجهة نظره المحضة أراها إذا فهمتها قرب هو عدم ظهور الكلمات على أن الكلمات إذن هي متساوية سوى أن ظهرت أو لا تظهر فهي تؤدي معنى واحدا يعني فيما يقوله هذا يعني كلامك أنه هواء يعني وربما ما يبرر مسيرته هو يمشي على خطى القذافي كما قررنا الخطاب تماما هذا رأيكي طيب رأيكي صحيفة كنتم أزولا من أنه استطاع أن يتحدث لمدة ساعتين لقد تحدث عن الأشياء كثيرة عن مؤامرات وعناثر كثيرة ومن الصعوبة بشدة أن في الواقع كان غذيرا جدا أن يتحدث كل هذا الوقت طب لنرى الرسم التالي وهو من الحياة اللندنية وفيه رجل يترك كرسيا مترنحا لكن رجله اليسرى ظلت ملتصقة بالكرسي وكأنها جزء منه والتعليق في اليمن ويمكن أن يقول في أي مكان منال لكن في اليمن بالأكيد أكثر نموذج لأن الرئيس اليمن يعني عبدالله صالح لم يغادر السلطة فعليا كل الأشهر التي فاتت من الثورة اليمنية تقريبا سنة على الثورة اليمنية وما زال يعني عبدالله صالح رئيسا لليمن فاتح يعني الرئيس هنا يمثل قدم التوازن إذا لم أكن أنا قدما لتوازن هذه الكرسي فلن يكون لهذه الكرسي توازن ولن يستطيع أحد أن يجلس عليها بعده لذلك نراه مترنحا سواء هو أو تنطبق على العراق أيضا طيب هنا لا نعلم وكنا نعتقد أن صالح هو المتعلق بكرسية فالآن يبدو أن الكرسي أيضا مرتبط كثيرا بسهلح يعني هذا شيء الجديد في هذا الكاريكاتور دي إرية منحازة الكرسي مش عيصة طيب جيمس كيف ترى الرسم أعتقد أن النقطة هنا هو أن صالح هو اليمن وأن اليمن كيف يمكن أن توجد بدون اليمن وكيف يمكن له أن يوجد بدون اليمن طيب لنبتعد عن العالم العربي الرسم التالي من الانديبندنت البريطانية وفيه صورتان إلى اليسار ضريح وكتب على الشاهد في ذكرى ستيفن لورنس إرقد بسلام وفي الأعلى رحل لكن لم ننساه أما في الرسم الآخر إلى اليمين رمز العدل بشكل إمرأة تحمل سيفا وعليه دم وعلى الأرض شخص ضخم قبيح ينزف الدم من ذراعه وأنفه والتعليق سقط ولكنه لم يرحل جيمس هل يلقص ما يجري في وضع وأن تشرح لنا الخلفية وعلى ذلك؟ أعتقد أن هذا تعلق بالقضية التي وجدت أن هناك شخصين كان متهمين بالقتل العنصري لستيفن لورنس وفي نفس الوقت لذلك هناك مشاكل في العنصرية في البلاد قتل الطالب الهندي في وقت الكريسماس أي مثال آخر على هذا؟ هذا أيضا هجوم عنصري مثال آخر ولا بد الكرتون يحاول أن يصور ذلك الجانبا جيمس تلت حوادث عنصرية على ملاعب الكرة البريطانية اللي كان متورد فيها جون تيري وتوريز مش توريز سواريز من ليفربول يعني كثير العنصرية يعني وحش العنصرية هو المرتمع على الأرض لم يمت جرح بسيط وخدش في أنفهي نعم هذا الرسم يعكس تماما ما يحدث في بريطانيا من ناحية تمييز العنصري والعنف وقد أثارت الحكم في قضية ستيفن لورنس كل هذه القغايا وعادتها إلى الإعلام بشكل قوي مما يكشف أن هذا الرسم صحيح لازلت موجودة فاتح؟ يعني على الأقل كشف في بريطانيا هذا الشيء وأن العنصرية سائرة في معظم الدول في العالم ومتنفذة أحيانا وجزء من عقائد وجزء من دساتير ولا أحد يسلط عليها الله طب لنرى ما في هذا الرسم الأخير وهو من الديلي تيليغراف وهو يعكس أيضا الواقع البريطاني وفيه غزال وجهه يشبه ديفيد كاميرون رئيس فزراء بريطانيا ولكنه غزال بدون قرون يقف على قمة جبل وتعليق ملك الليغلن هل لك أن تشرح لنا أعتقد أن هذا الرسم استعارة من لوحة زيتية لأحد الرسامين السير أدوين لانسير على ما أعتقد هذا الرسم مشهور جدا وهو رمز إسكتلندا بشكل أو بآخر هذه هي صورة الرسم الأصلي أعتقد في الوقت الحالي نحن أمام تحدي هو أن إسكتلندا سوف تصوت على استقلالها وده بالكاميرون نفسه اسمه نفسه اسكتلندي وهو نفسه داعي للوحدة وهذا يوحي بأن ماذا سيصبح ده كاميرون بدون اسكتلندا أنه سيكون مثل الغذال دون قرون مناد أنا ما عنديش تعليق هذا الحدث الأهم الآن في بريطانيا بالضبط الحاجة اللي فاتتني مبارح في كوتشن تايم حد كان يسأل سؤال حول انفصال اسكتلندا عن انجلترا عن بريطانيا العظمى العملة المستخدمة ما هي العملة المستخدمة هي ظلوا يستخدموا الجنيل السيرليني لأن اسكتلندا ما عندهاش عملة تانية جيمس يصححني عندها عملة تانية ولا هي تستخدم الجنيل السيرليني وإذا انفصلت ما عندها عملة تانية نحن 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 نعرف نوع السؤال الذي سيتم طرحه في الاستفتاء على الانفصال ولكن هذا الوقت لديه المبكر للتحديث عن ذلك الآن إلى فقرة مذابة أو غيبة عن الإعلام سهوا أو عمدا نادية في الحقيقة أعود إلى موضوع المراقبين العرب وأعتقد أنه كان من المفروض أن يكونوا أكثر حضورا في الإعلام لإعطاء فكرة أكثر للناس عن التحقق من هم وكيف تم اختيارهم إلى غير ذلك فاتح؟ في العراق العملية السياسية مهددة بشكل جدي وإذا انهارت لا يمكن إصلاحها ولا يمكن إصلاح وضع العراق بعد اتهام نائب الرئيس بالإعراب وبعد هذا الاستفراد الذي يحدث وبعد عدم الاتفاق على عقد مؤتمر وطني لإصلاح ما هو قد فسد ما نال ما في حاجة معينة غابة عنص وشفت بعدها بشهر بيت أهم خبر في النيوز فمش عايزة أجيب أورة على دولة تاني كفاية أتفقوا على أن العراق كان مهم كان موضوع لم يتم تخطيطه بشكل كافي فيه على الإعلام الغربية لقد تطلب الأمر أن يموت 70 شخصا حتى يتم تلصيص الدور على الإضاء وهذا سلوك غير مسؤول عدم التركيز على ذلك إذن هكذا انتهى وقت سبعة أيام نشكركم مشاهدينا ومستمعينا ونشكر ضيوف الحلقة في هذا الأسبوع إلى اللقاء في الأسبوع المقبل شكرا لكم وعلى اللقاء شكرا لكم